أولا قبل أن نبدأ رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير واليوم معنا فيديو مميز وذلك أننا سوف نتحدث عن الشاومي الردمي نوت 11 برو 5G أكثر راتف منتظر من شركة شاومي بألف متوسطة وسوف نشارك معكم تليباتي الكاملة مع الجهاز وتدمت لأكثر من أسبوع من الإسخدام طبعا سوف نتعرف على كل شيء يخص الـ 11 برو 5G سواء الأداء مع المعالج الجديد أداء الكاميرات الشبكة وكذلك حساس المكالمات وكل شيء يخص هذا الجهاز لكن قبل أن نبدأ كالعادة لا تنسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وطبعا اللايك مهم جدا إذا أعجبك الفيديو نريد مثلا نقوم بإصال هذا الفيديو إلى 2000 لايك ونبدأ مع أول شيء كالعادة وهو أطميم وكذلك جودة تصنيع ودى صرحة أول شيء أعجبني بالـ 11 برو لديك هنا صرحة مسكة ممتازة للجهاز ودى يرجع بفضل الحواف المسطحة الموجودة بالـ 11 برو سوف توضيك مسكة ممتازة للهاتف ودى طبعا الشكل الكاميرات الاعتيادي من شركة شاومي الجهاز يحمل فقط 3 كاميرات من الضار ليس 4 كاميرات ودى أيضا خامات جدا ممتازة بنسبة للسار لديك هنا الضار يأتي من الزجاج وكذلك محمي بالـ Gorilla Glass 5 ولدينا أيضا إطار من البلاستيك أيضا الجهاز يدعم إضافة شراتين أو شريحة وذكرة خارجية وطبعا ما زال لدينا منفذ السماعات 3.5 ممتازة وكذلك الـ IR الذي يميز شركة شاومي أما بالنسبة لوسائل الأمان فلدينا طبعا البصمة موجودة بزرعة تشغيل بصمة صارة سريعة ودقيقة ولم أجد معا أي مشاكل فمما نذكر المكان على تصميم النوت 11 برو دعونا الآن نتكلم قليلا عن الشاشة ويتعتبر من أكثر الأشياء التي استمتعت ونقوم بسخدامها بالـ 11 برو والجهاز يحمي الشاشة بحجم 6.67 إنش إن الشاشة تأتي بحجم كبير نوعا ما سوف تستمتع ونت تقوم بمشاهدة أي محتوى هذه الشاشة وكذلك الشاشة الكبيرة سوف تساعدك على أنها بشكل أفضل وطبعا الشاشة تأتي من نوع أموليد وبضيقة الفول أشي بلس وكذلك تدعم معادلة تهديد المائة واشين هورد وردك أيضا الشاشة تأتي محمية بالـ Gorilla Glass 5 والسطوع الخاص بها يصل إلى غاية 1200 نت صارة سطوع جدا ممتاز لم أجد أي مشاكل بمشاهدة الشاشة تحت أشياء الشمس طبعا لديك هنا شاشة أموليد هذه صارة تقريبا أفضل شاشة موجودة بعد السر طبعا لديك هنا ألوان مشابهة لألعين سوف تسهم تعوين تتقوم بمشاهدة أي محتوى على الشاشة وردك أيضا حواف جدا صغيرة كما تشاهدون حفة صغيرة بالأسفل وطبعا التقب بحجم أيضا صغير بمتصف الشاشة استقلال الحواف بالنوت 11 Pro جدا ممتاز وطبعا تكتمي تجربة المشاهدة إلى ما سمعت استيريو والـ 11 Pro سوف يقدم لك سماعة من الأسفل وكذلك سماعة من الآلة إذن يكون صارة تجربة صوتية محترمة جدا بنسبة للسر الصوت هنا عالي وكذلك نقي فعممان على كل مكان عن الشاشة وكذلك السماعات دعونا الآن نتكلم قليلا عن الأداء وكذلك البروسيسور والـ 11 Pro 5G يأتي بمعالج جديد من شركة كوالكوم وهو السناب دراجون 695 5G هذا المعالج يأتي بديقة صنع ممتازة 6 نانومتر وسعر الدود 2.2 جيكا هيرت صارة عن الجهاز قدم لتجربة أداء محترمة جدا بنسبة للسر هذا المعالج طبعا يأتي أقوى من السناب دراجون 732 الذي كان بالردمي نوت 10 برو والجهاز طبعا يأتي مع أحدث واجهة من شركة شاومي الميو اي تر 16 لكنها ما زالت مبنية على نظام الاندرويد 11 وقريبا أيضا سوف يصل هو الاندرويد 12 إذا كنا صارة أداء ممتاز بأتنقل بين التطبيقات لكن ممكن من حين إلى آخر أنصلا داني بضعة قطيعات بأناميشن الجهاز لكن مع ذلك صارة الأداء ما زال ممتاز دعونا الآن نقوم بتجربة للعبة بوب جي واللعبة قدمت لكم تشاهدون إعدادات سمود وكذلك أولترا وعلى الشيء ممكن أن يصل إلي الجهاز HD وكذلك هاي للأسف ليجل لديك هنا خيار HDR وكم تشاهدون الجهاز أعطاني 40 فريم أو 40 إطار بيئة ثانية على أقل إعدادات بالغرافيك فصارة أداء اللعبة يعني كانت جيدة بالنسبة للأسهر طبعا ما زالت لن تحصل على أقوى وأفضل أداء موجود بالأسهر لكن لديك صارة أداء جيد طبعا عندما سوف تقوم بتعليات الغرافيك إلى غاية HD وكذلك هاي فهنا طبعا سوف تحصل على غرافيك أفضل بكثير لكن سوف تضحي بعدد الإطارات ونسوف تكون لديك فقط 30 فريم على خيار HD وسوف تكون لديك تقطيعات بيئة اللعبة وكذلك دروب بيئة الفريمات فانصعبك دائما باللعب على خيار Smooth وكذلك Ultra لكي تحصل على أفضل عدد إطارات وكذلك أفضل أداء من الجهاز الخاص بك أما بالنسبة للذاكرة والرام فالـ 11 Pro يأتي بثلاثة نسخ 6 جيجا بيطرة مع مساعة داخلية إما 64 أو 128 وردينا أعلى نسخة وهي نسخة 828 أما بالنسبة للبطارية فالـ 11 Pro يحمي البطارية 5000 أمبير سرعة أن أداء البطارية كان جدا ممتاز البطارية سوف تكون معك اليوم وذلك يرجع بفضل المعالج الـ 6 نانومتر الموفر جدا بيئة البطارية وما يكمل تجربة البطارية أكثر وهي طبعا سرعة الشان الجهاز هنا يدعم إلى غاية الـ 67 واط وذا ما سوف يمكنك من شان الجهاز بيئة الكامل فقط في ظرف 40 دقيقة وذا رقم جدا ممتاز بالنسبة لجهاز بيئة الفامة وسطة وطبعا كما عودتنا شركة شاومي فالشاحن موجود بالعلبة دعونا الآن نتكلم قليلا عن كاميرات الـ 11 Pro 5G لدينا طبعا ثلاث كاميرات منها الخلف الكاميرا أساسية تأتي بها الساس 108 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 1.9 وردينا أيضا كاميرا زاوية عرضة 8 ميجابيكسل وكاميرا أخيرة 2 ميجابيكسل وهي طبعا لها الماكرو فتجربة الكاميرات بالنوت 11 Pro إن لم تختلف بشكل كبير عن الردمي نوت 10 برو أو الجيل السابق لكن ما يختلف هي المعالجة الخاصة بالصور سالة أصبع تعطيك ألوان جدا محترمة وكذلك دانا ميكانين جدا ممتاز ورديك أيضا تفاصيل كثيرة بالصور وذلك طبعا بفضل الحساس 108 ميجابيكسل سالة تجربة الكاميرات تعتبر من أفضل الكاميرات الموجودة بذل السار وردينا أيضا الكاميرا Ultra Wide أو الزاوية العريضة سوف تقدم لك أيضا جودة جيدة بالنسبة للسار أما بالنسبة لتصوير الفيديو فالجهاز قادرة على تصوير فيديو Full HD 30 إطار لأسف ليجل لديك هنا خيار 4K لأن المعالج لا يدعم تصوير 4K أما بالنسبة لكاميرا أمامية فتأتي بذيقة 16 ميجابيكسل وقادرة على تصوير فيديو Full HD 30 إطار فكم تشاهدون هذه كل صور متقطة باستخدام الكاميرا أمامية للنوت 11 برو سوف تقدم لك أي تفاصيل جيدة بالنسبة للسار لكن سالة الألوان لم تكن الأفضل فتجربة الكاميرا أمامية يعني مقبولة بالنسبة لذلك الفائل السارية ماذا الآن عن تجربة حساس المكالمات صارت من خلال تجربتي ما زلت أحس أن حساس المكالمات هنا فقط صوفت وير ليس هارد وير يعني أنه لا يوجد لديك هنا حساس فعلي بالجهاز خاص بالمكالمات لكن لكي يكون صريح بـ 95% من الأوقات كان يشتغل بشكل ممتاز وبدون أي مشاكل كما تشاهدون لكن من حين إلى آخر ممكن أن تواجه مشاكل بحساس المكالمات ممكن مثلا أن تقوم بوضع الجهاز بأدونيك ولا يتم إغلاق الشاشة كما تشاهدون يعني هنا مرة أخرى علاق حساس المكالمات فصارتا تجربة الخاصة بي لم تكن الأفضل فهذه كانت تجربة أسبوع مع الريدمي نوت 11 برو 5G فالآن ما هو رأي عن الجهاز هل فعلا أرى أنه يسعق الشراء أم هناك بداء الأفضل موجودة بنفس السار فصارتا الـ 11 برو 5G سوف يقدم لك إمكانيات وكذلك مواصفات متكملة جدا بنسبة للسار سواء من ناحية التصميم الشاشة الكاميرات البطاري وكذلك أشياء السريع سواء من أفضل الأجهزة التي ممكن أن تقوم بشرائها بالوقت الحالي بألف متوسطة أما بالنسبة الآن للأسعار فلدينا نسخة الـ 664 تأتي بسعر 310 دولار نسخة الـ 628 بسعر 325 دولار ولدينا أعلى نسخة نسخة 828 تأتي بسعر 345 دولار طبعا السعر ممكن أن يختلف من بلد إلى بلد فعموما هذا كل مكان في هذا الفيديو كالعادة شاركوني كل أرىكم وفكركم بأتعليقات وإذا كانت لديك أي أسئلة أيضا أكتب لي بأتعليقات وكالعادة لا تنسى اللايك والإشراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس وراكم في فيديو قادم السلام